هو ايه اسباب ظهور التجعيد يا دكتور وممكن تدخل علينا التجعيد في سن ايه مفيش دي عايز اقول لحضرتك ملهاش رول على الاطلاق اسباب كتير الاجينج والسن لان كل حاجة عندنا لها عمر افتراضي والجلد عضو من اعضاء الجسم له عمر افتراضي بعد كده بيبتدي يفئد المرونة بتاعته الزيادة في الوزن والنزول المتكرر بيبتدي يخلي الجلد يتمدد وبعدين ينكمش فيفئد المرونة بتاعته فيتراهل في البطن مثلا الحمل والولادة المتكررة بدون رياضة يعمل كده في حاجات جيناتك يعني احنا السليولايت جزء لا يتجزأ من الجينات الوراثية عندنا برا ما هواش بالقوة دي تلاقي الجلد عندهم سميك شوية وما عندهمش السليولايت الجيب لازمة ادى طفرة قوية جدا في علاج السليولايت بدون جراح عايز اقول لحضرتك الجيب لازمة لغاية سنتين ما كانش عندنا اي جهاز نقدر نوعد للمريض دي كان الالبيجين قوله هيحصل شوية تحسن بصها هايك درجة اشد بقى طبعا دي مختلفة عن الهايف درجة جديدة من اتراهل الرعبة شوف بجالسة واحدة في الجيب لازمة الفرق بقى عامل ازاي درجة عنيفة هنا لو انا عملتها هايفو المريض مش هيبقى ساتسفايت هنا الجيب لازمة صباحاتك شايف دي نتيجة اقوى بدون جراحة نتيجة اقوى بص حضرتك دي باينة برساق فرق جبير شالت جزء كبير من التجعيد اللي جنب الفم بالزبط وشدت حتى الخطوط اللي حوالين الالف النزوليبيا الفولدس نفسها اتشدت الورا حوالين الفم فرق خالص ده اللي جيب لازمة يدي النتيجة دي تبعي دوك